اشتركوا في القناة اعلن وزير القوى العاملاء حسن شحة ان الاحد المقبل الموافق الثامن من يناير اجازة رسمية مدفوعة الاجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك للعملين المخاطبين باحكام قانون العمل وهنأ وزير القوى العاملاء الاخوة الاقباط بمناسبة احتفالتهم بعيد الميلاد المجيد دعيا الله ان يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات اعلنت وزارة الصحة اصدار اكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة واربعة وعشرين الف قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية بتكلفة اجمالية بلغت اربعة عشر مليار وخمسمائة وستة عشر مليون جنيه وذلك خلال عام الفين اثنين وعشرين يأتي هذا في اطار رفع العبء عن كهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وادوية وفحوصة طبية على نفقة الدولة امر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بادخال الفرقاطة الادميرال جورشكوف المزودة بالصواريخ تيسيركون للخدمة العسكرية واعتبر بوتين ان بدء دخول الفرقاطة الجديدة للخدمة العسكرية حدث مهم مؤكدا انها تحمل اسلحة قوية وتحمي روسيا من التهديدات هذا وتتواصل العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة الكاملة على مناطق اوكرانية وضرب مواقع تمركز قوات كييف فيما تحاول اوكرانيا استعادة بعض الاراضي بدعم عسكري ولوجستي من الدول الغربية قدم النصر السعودي لعبه الجديد كريستيانو رونالدو مساء الثلاثة في ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض وامتلأت مدرجات ملعب نادي السعودي بالجماهير التي توفدت لاستقبال الدون وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي ان عمله في اوروبا قد انتهى مضيفا انه لعب لاكبر اندية القارة وفخور بما قدمه هناك لكن حان الوقت لمغامرة جديدة في قارة اسيا